اشتركوا في القناة الاسبوع الماضي وهو شوي يعتبر أقوى عامل من عوامل التخصص في مثل هذه المجالات وهو الثقة بالنفس رح نتكلم عن الثقة بالنفس وكيف الواحد يقوي ثقته بنفسه وكل الأشياء اللي خاصة في هذا الموضوع اليوم مع الأستاذة دلال شيخ طاها مستشار تربوي ومدرب دولي معتمد في التنوية البشرية صبحت شاء الله بالخير ياهلا فيك أستاذة دلال أهلا فيك شخ بارت الحمد لله شخ بارك طبعا نحن تعودنا فيك الخميس تكونين معنا وتعلميننا إحدى الأشياء اللي يتنمي مهارتنا واللي تقوي شخصيتنا اليوم نحن بنتكلم عن تقوية أو كيف الواحد يقوي ثقته بنفسه في البداية كيف الواحد يقدر يبني ثقته بنفسه قبل أن ندخل في الأمور الثانية ربطا مع الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي كنا نحن تعرفنا على نظرية البندور وكيف أنه نحن ما فينا نمسك بالناحية الإيجابية كل عمرنا أو كل وقتنا وما منقدر نظلنا بالناحية السلبية كل وقتنا توازن بالاتجاهين التوازن بين الاتجاهين وقلنا حنتطرق لطريقة تعلمنا كيف ندرب بدون مدرب الاستغناء عن المدرب أهم عامل الآن في الاستغناء عن المدرب هو الثقة في النفس طيب شو هي ثقة في النفس؟ تقوير الذات مثل ما قلنا مرتبط بالثقة بالنفس طبعا أول عامل لنمي الذات هي اكتساب الثقة الثقة بالنفس نعم بدون الثقة بالنفس أنه ما قدر تطور ذاتي الثقة تعتمد على ثلاث عوامل أساسية رح نحكي نحن بس بهذه الثلاثة اللي هنه أهم شيء بعزز الثقة عندنا نعم الإرادة، التجربة، الحكمة الإرادة والتجربة والحكمة حلو طيب عايشة إذا أنت مثلا لا سمح الله ما عندك إرادة إنك تنمي نفسك مين بده يجبرك عليها؟ ما في حد إذن قبل كله لازم يكون عند الشخص توفر الإرادة ماذا تعني الإرادة؟ تعني الإرادة بأنه أنا إذا عندي هدف رأيت أني أريد أن ينفذ هدف تأمتلك الجرأة والتصميم وآخذ القرار على تنفيذه تكون في رغبة من الداخل أني أنا قادرة أقوي حالي أني أنا قادرة أطور نفسي أوصل لشيديد هذه هي أول مقرأة حصول الرغبة بشكل قوي بحيث أنه الرغبة تكون أكبر من الصعابل بتواجهني هاي من إرادة مجحونة بالثقة بالله بإني أنا سأوصل لهدفي هاي تتوفر الإرادة بعد ما تتوفر الإرادة بنجي للتجربة كل شيء في حياتنا كل موقف في حياتنا من مر فيه لأول مرة ما بكون نتيجته بيرفكت بتكون شوي منقوصة بنقول المرة جاية ممكن يكون أحسن إذا من هون بنقول أنه التجربة لازم تحصل لأنه التجربة شو بتعمل معنا؟ شو مفهوم التجربة؟ مفهوم التجربة إنقل هالرغبة اللي هي جواتي لأننا عنها إرادة نعم من رغبة خيالية بقلبنا أو بعقلنا أو بخيالنا إلى حيز الواقع يعني هي عمليا تطبيق الإرادة من خلال إنجاز العمل هي العمل بذاته حلو هالتجربة هاي أول تجربة إننا بتكون منقوصة شوي التجربة لازم تتكرر مرة ومرة ومرة لأنه بتصير كل أداء تجربة افشلنا قبل بشوية نقاط منشوف شو هي النقاط الناقصة يعني هو لابد من الفشل طبعا بس ما يكون مثل العائق أو النكبر اللي توقف الشخص على نفس المرحلة نحن مانا بيرفكت مية في المية نحن ناس بشر والبشر خطاؤون فإلا بمرحلة مان نعمل خطأ الخطأ هون بيكون طبيعي في مسار الوصول إلى الهدف ولكن ليش نحن بنقول التجربة لماذا نقول لازم نقرر التجربة تكرار التجربة الشيء وإعادة التجربة بطريقة جديدة شيء آخر تكرار التجربة بنفس الطريقة وحي وصلك لنفس النتيجة يعني ما بتستفيد منها اسمها تكرار لذلك نقول إعادة التجربة بعد تعديلات على الطريقة اللي عملنا فيها التجربة أول مرة هالتعديلات هاي شو؟ بتأدي لتحسين الأداء بتأدي لها نتيجة أفضل تراكم التجارب يعني تراكم تحسين أداء يعني نحن عم نطور أدائنا نتفي نتفي أو درجة درجة لحتى نصل للأداء الكامل بالنهاية فيه تطوير فيه شيء جيد كيف تجربة كل تجربة هي جديدة تجربة جديدة هي درس جديد هي أداء جديد فنحن حسننا أدائنا كيف ننصل للثقة كيف ننعف أن نحن وثقنا بأنفسنا منحقق نجاح هالنجاح هذا لازم يكون مبهر لازم يكون متميز عن الحوالينا ولازم يشهدنا فيه حد مختص بهذا الموضوع لحتى نوصل للنجاح الباهر حصل معك أنت هيك تجربة يا عايشة؟ تجربة مثل كيفية؟ يعني عدتها أكثر من مرة لحتى توصلتي لهدف؟ يمكن تكون تجربة التقديم يعني أكيد بدايتي شوية تختلف عن اليوم وشو ما وصلت لأنا نفس الشي أنا بالنسبة إلي ثقة اليوم بنفسي من حيث الأداء تختلف جدا عن يوم أنا بديت بمجالي المهني لما بديت بمجالي المهني كان ناقصني كثير أشياء ولكن حرصت على تكرار التجربة أنا حكي عن تجربة حصلت معي تجربة حقيقية من الميدان فكنت عم أدي كل تجربة عم بعمل أداء جديد أداء جديد لوصلت لنجاح لحتى في يوم من الأيام حصلت معي لحظة بسميها اللحظة الفارقة هاي اللحظة الفارقة لحظة اللي غيرت كل شيء غيرت مجرى حياتي بصراحة المهني كله وما كنت أعتقد أنه أنا هاي اللحظة الفارقة يعني ما كانت ببالي ما أنا عم خطط له ولكن اللي عم خطط له أني أنا حسن أدائي فبمرة من المرات كنت مخططة أني أعمل تجربة بشرح درس معين بمدرسة بمدارس راس الخيمة كنت أشتغل فيها وكان بهذاك الوقت معالي الوزير نهيان فحب هو يعمل جولة ميدانية فجائية ما أعطي خبر لحد ما أحد عنده خبر نهائي جاء على الوزارة لما وصل بالوزارة الوزارة خبرت المدارس أنه معالي الوزير بدي يعمل جولة فقط لغير يعني إذا كنت بالكلاس ما عد عندك شيء تحضري غير اللي أنت موجودة فيه فأنا كنت بالكلاس ودخل معالي الوزير اللي عندي معالي الوزير لما شاف الوضع وحضر الكلاس طبعا هو يدلف على كل راس الخيمة بالضبط مدارس البنين مدارس البنات فلما حضر الحصة أثنى علي في الجريدة الرسمية حكى عن تجربته بحصتي بالجريدة الرسمية هذا الدافع لغير مجرحيات التلميونية هذه لحظة فارقة جدا فأنا لما حضر الكلاس ما كنت حاسر بهذا التميز اللي هو أنا شعرت فيه تاني يوم لما نزلت الجرائد ولكن الثناء قالوا بالكلاس لدرجة أنه اللي قالوا بعد ما أثنى علي قال لي سمحيلي أنا حبيت مهنة التدريس أنا حبيت أخذ دور المدرس فرح أخذ الكلاس مني كمل الكلاس كمل الشرح كمل الشرح ونزلت الصورة بالجريدة نهيان يشرح درس للطالبات أكتر من 25 دقيقة هو واقف بين البنات هو عب يعطي وعب يثني على الأداء اللي بدي يقوله بعد هذه اللحظة الفارقة لما أنا راس الهرم في وزارة التربية والتعليم والعالي والبحث العلمي يعطيني هيك تناء اللي لي يا عايشة بعدها إذا بدأ يحضر لي مثلا مدير تربية أو زملاء في العمل أو موجه كيف حتكون ثقتي بنفسي؟ أكيد ثقة عالية ثقة عالية جدا ما عاد اهتز ولكن بيجي بعدها نحن حكينا الإرادة حكينا التجربة وبعدها الحكمة حكمة هلا أنا وصلت هون لنجاح باهر مشهود له بثناء رسمي معلن من أكبرها وبشكل فجأة يعني وشكل مفاجئة ولكن هذا أنا بعتبر مكافأة للأداء المتكرر اللي أنا كنت بيني وبين نفسي عم حاول حسنه وأعمله لأداء راقي تجي هون بقى الحكمة لما يوصل الواحد لما انتهى النجاح لازم يكون حكيم لدرجة أنه يعرف هو وين وشو لسه لازمه وشو لسه نقصه لأنه بين الثقة بالنفس والغرور هي الشاعر أليس كيف بقريلتش الموضوع الواحد كيف يفرق بين الثقة بالنفس العالية وبين الغرور أنا لما جدني هاي اللحظة الفارقة فعلا حسيت بمنتهى الثقة ولكن كنت حريصة جدا أنه ما يصيبني الغرور هلأ شو تحريف الغرور مقابل الثقة الثقة عرفنا أنا أعرف الفارقة ما بينهم أيضا فيه شغلة بسيطة جدا جدا لما يوصل الإنسان للنجاح الباهر ينشحن بها الثقة الكبيرة جدا ممكن أنا بهذا النجاح حققته بمجال واحد هو مجال مثلا اللغة الإنجليزية بمجال تدريس بمجال يعني معين محدود ولكن أنا في مجالات أخرى غيري أكيد متفوق فيها فلازم الإنسان اللي يوصل لهذه المرحلة بعدها التجارب بعدها الأداء ما يصاب بالغرور يعني ما يقدر نفسه أكبر من حجمه ولا يعطي أهمية لنفسه أكثر من حجمه في مجالات أخرى ولا يتعالى على الآخرين اللي هن بنفس اختصاصه هذا الغرور يكون الإنسان متواضع لما تتعالي على الآخرين فبينقلبوا لأعداء بدلا ما يكونوا زملاء متقبلين يمكن أحيانا بعد الغرور اللي نحن سنتكلم عنها ثقة بالنفس من ثقة بالنفس تكون عالية في الشخص ممكن تنقلب وبعض الأحيان تخفت ويكون في ضعف الشخصية لا تنقلب تماما ضده وبتصير فعلا ضعف شخصية لأنه الناس هون ما بتقبلوا صح ما بتقبلوا إنه عابي تعالى عليه هون ثانيا هو خلاص من غربي نفسه ما بقى يزيد علم تعلم ما بقيت علم يكتفي بالمرحلة اللي وصل لها اكتفي بالمرحلة اللي وصل لها وستذكر البندول إنه البندول ماشي فهو ضلوا بمكانه حتى لو وقعوا قمة الهرم فهو بده يتخلف عن الركب لأنه الركب ماشي باتجاه للأمام فهذا هون بين الثقة والغرور بين الثقة والغرور كيف الواحد يفرق ما بينهم إنزان أستاذي يعني كيف الواحد ممكن يعتبر الثقة بالنفس نقدر نقول أنه هي صفة فطرية ممكن أنه هي تنولد مع الشخص تكبر مع الشخص خلال سنواته ولا هي صفة مكتسبة يكتسبها من مجتمعه يكتسبها من خلال الشخصيات اللي يتعامل معهم أو المجتمع المحيط فيه أنا برأيي بيعتبرها مكتسبة مكتسبة جدا لماذا؟ لأنه لو كانت فطرية كنا كلاتنا متساويين بالثقة بالنفس ولكن هي مكتسبة الدليل على ذلك أنه أنا سأعطي دليل واضح جدا زوي الإحتياجات الخاصة زوي الإحتياجات الخاصة قسم منهم عنده إرادة امتلك الإرادة حط هدف وصل له ومنهم آخر ما تحرك اعتبر حاله أنه هو أصلا ناقصه حاجات كثيرة تمنعه أو بتعيقه حطه سبب للتراجع ولأنه لا تتوفر الإرادة عنده جميل ناخد دليل على هذا الموضوع في عندنا فن لرسم وعندنا فن وإرادة السباحة رياضة السباحة تجديف بالإيدين يعني الإيدين عنصر مهم جدا في تعلم السباحة والرسم الأصابع يقول عنده أصابع ناعمة أو عنده ريشة الريشة تمسك بالأصابع فهدول المهارتين بالذات بيتطلب الإيدين في الآن وعلى اليوتيوب متوفرة جدا في فتاتين واحدة منهم اتنينتين مخلوقين بلا يدين سبحان الله والتنتين واحدة منهم صارت بطلة في السباحة بدون إيدين والتانية صارت فنانة عالمية في الرسم ترسم بأصابع قدميها وشفناها يمكن كل ياتنا وانتشر اليوتيوب مرور فرقصة دليل هذا على أنه هي صفة مكتسبة ويمكن لأي إنسان يكتسبها بما فيه ذوات الاحتياجات الخاصة إذا ذوات الاحتياجات الخاصة من وجود الإرادة والمجتمع يكون مثل المساعد لأي إنسان عنده مثل هذه المواهب على ساتة المجتمع المساند طرحها الشارقة مدينة الشارقة هي أنا بعتبرها عاصمة المدينة الإنسانية هي أول مدينة أو مدينة ما بدي أقول الأولى مثلا في العالم لا بدي أقول هي من المدن الرائدة اللي أخذت هذا الدور فيه طابع مميز لأي إنسان غريب يدخل على الشارقة لأول مرة بيلاقي بكل مكان محسوب حساب ومعمول قيمة لذوات الاحتياجات الخاصة الباركينغات وين ما رحتي في على الأرض باركينغات خاصة كل فئة محصلة حقوقها كل فئة بالبنك بالمستشفى يعني ما في مجال ما في مجال إلا حكومة الشارقة ومغطي هذا الموضوع ودعمته جميل استاذة بكرتي أن الثقة هي بتكون صفة مكتسبة الواحد يكتسبها من البيت أو في مكان الشغلة أو حتى في المجتمع وتكلمنا عطيتنا مثال عن ذوي الاحتياجات الخاصة نبغي نعرف كيف الواحد ممكن أنه يكتسب ثقة بالنفس من خلال المجتمع كيف المجتمع ممكن أنه يساند هذا الشخص أو أنه يقب ضده بالنسبة لهذا الموضوع نحن قبل كل بتهمنا الأسرة لأنه الولد بيطلع من بيت الأسرة الأسرة في عندها دورين دور لما بيكون الطفل بيبي صغير أول ما بيتعلم المشي لساته بعمر سنة سنة وشهرين إذا رأى أبناء عايشة كيف يمشي الطفل؟ رأساً يمشي عرج ليه؟ خطوة خطوة ثاني طيب حكي لنا عن طفل شفتي أنت كيف يمشي بأوله يتساند على أي شيء جدامه خطوة خطوة ثاني بيقع مثلا أو دغري مجرد ما يحاول المشي بيمشي؟ لا بيطيح طبعا بدأ يقع مرات ومرات ومرات نجي لهذه التجربة بالذات هي هي أول تجربة بتعلم الطفل ثقة بالنفس لما هذا الطفل الأهل بحواليه شافه؟ يعني خلنا عرف شوية شيء في هذا النقطة أستاذها دلالة حين الطفل يطيح نسير رحنا نساعده ولا نخليه بروحه يساعد نفسه بما أن هالشي يدخل بالثقة بالنفس أنت شو بتقولي؟ سنشوف الطرفين أنت شو بتردشي؟ والله أحيانا نخلي بروحه يساعد نفسه وحيانا يكسر خاطر أروح أساعد لما يبكي وصرخ نحن بدنا نقول عموما إذا كانت الوقعة مش وقعة مؤذية مثل ما عمد تقولي أحياناً منتركه ولازم منتركه نحن منرقبه منبعد إذا واقع وقت طيحان عادي منتركه ومنضلنا منقله حاول ومنقشر له إذا كان لسا ما بيفهم الكلام يلا واقف منساندو ليش؟ هلأ إذا أنت رقدتي لعندو إذا هرأتي هلأ عندنا الحالتين الحالة الأولى تركناه يقوم لحاله رد وقع رد قام رد وقع بدك تضلي بعيد عنه أحياناً ردت فعل الأم هي اللي تخال الطفل يخاف منه ويكمل طبعاً ردت الفعل لما تهرع لما تفزع عليه فهو رح يخاف ما رح يكمل ما رح يعتمد عن نفسه وبالتالي حينطبع هلأ هون هاي التجربة بنفسه على الاعتماد على النفس بأنه يكمل المهمة يواقف بالعكس لما ما منساعده بنينا عنده ثقة أنه أنت قادر تقوم بهي المهمة فنحنا بس بدنا نقدر قامت واقع وقعة مؤذية ونرقد اللي عنده وقامت نتركه يجرب بنفسه والأفضل أنه نتركه يجرب بنفسه هلأ كبر هذا الولاد صار مثلاً بالمدرسة صار يطلع في أقرانة الأقران فيه الأقران لأله بتجي البيت شو بيعمل بيصير بينافس ابنه مع واحد مجد فبصير بيعاير فيه ويقارن وضع صديقة بيجي هون المقارنة للمنافسة وهي أخطر شي على الأولاد بعمر أربع خمس سنين وهنا طالعين بالمدرسة كتير خطير أنك تحفزي الولد لحتى يكون إيجابي بطريقة سلبية كيف يعني؟ أحيانا طريقة تحفيزنا للولد خاصة إذا كان الحين بادي داخل فترة أو مرحلة المراهقة الوضع يكون شوي حساس أكثر من المراحل الأخرى كيف أنا أقوي شخصيته بالطريقة الصح اللي هو يفهمها بطريقة صحيحة ما يفهمها بطريقة غلط في عنا التحفيز الإيجابي والتحفيز السلبي التحفيز السلبي بأنك تقارنيه برفيق أو تقيره شوف قداش أشطر عنك أنت مثلا جبت سبعين هو جاب مية تقارني بهذا الشكل هل مقارنة تكون غلط؟ هاي المقارنة تكون منتغل غلط لأنه هاي حتكون مقارنة مدمرة إلوه هذا هو اللي التحفيز السلبي أنه نحفزه بالمقارنة نحن منمكن نعمله تحريض إيجابي بدل التحفيز السلبي التحريط الإيجابي كيف بيكون يا عيشة بيكون بهذه الطريقة شايف فلان جاب 100% أكيد ما نوع أحسن منك أكيد ما بيختلف عنك إذا غيرك إدار يجيب 100% فأنت قادر وتحدى نفسك وجرب فهون هو بصير في جواته تحريض إيجابي على القيام بالعمل والنجاح وليس التحريض السلبي فالفرق بس هو أعطي نوع من التحفيز وابتعد عن نوع التحبيط هو نوع طريقة إدخال المعلومة لعقله هل أنت عم تعطيها بطريقة مقارنة وتشعريه بالدونية ولا عم تعطيها بمقارنة وتشعريه بأهمية قدراته بأنه هو كفء لأنه يجيب هالشي هذا هذه الأمور التي تقوي فيها شخصية هذه بالنسبة للأسرة والولد أما بالنسبة للعمل نحن عطول محاطين بزملاء العمل زملاء العمل لما بيكونوا ناضجين نفسيا كثير بيقدروا الزميل اللي بيكون ناجح يعني ممكن يا عيشة أنت اليوم كانت فقرتك كثير حلوة يجي حد من زملائك في العمل إليك يا عيشة اليوم أنت أدائك رائع وممكن في محلات تانية بيكون زميلة العمل يعني غير ناضج نفسيا أنا هيك بقول بس أنا أكيد بأخذ الكلام من الشخص الفاهم له هذه الشغلة بناخد الانتقادات الإيجابية هي ما بتكون انتقادات لما بتكون إيجابية هي بتكون ثناء ولكن أحيانا في فلسفة بعقل بعض الزملاء بتقول لك زميلك في المهنة عدوك ليش؟ ليش؟ لأنه هن بيبطوها بالمنافسة أنه البقاء للأفضل وحلو أن تكون في منافسة مثل ما نقول نحن منافسة الشريفة بين الزملاء في العمل لكن في بعض الأشخاص يفهمون المنافسة بطريقة غلط كيف نحن نتعامل مع هذه الفئة أستاذ الدول نحن عنا فئة من الناس لا يتقنون إلا الانتقاد السلبي هل نتجنبهم؟ مثل ما عندنا فئة بتحب الكلمة الطيبة بتقدم النصح وبتعطي مثل ما بيقولوا الثناء في وقته أما الناس اللي بيكونوا مغرمين بالانتقاد السلبي مثل ما بتقولي بيوجهون نعطوه الانتقادات انتقادات أنا ما بيمنع اسمع لهم ولكن مجرد ما انسب الكلام اللي عم بيقولوا إلي وخلي فكري يفكر فيه عقلي يفكر فيه هل أنا فعلا هيك مثل ما بيقول هل أنا فعلا هيك مجرد ما خليها تدخل على عقلي فأنا نسبت إلي وصارت جزء من شخصيتي أنا بقول هذا الكلام يعنيهم هم ولكن أبحث بين هذه الانتقادات السلبية على الشيء اللي بفيدني على شيء ممكن أنا يكون قريب مني أو ممكن أنا يكون موجود فيني وبقول الحمد لله يا الله أنه هالانتقاد هذا هو نافذة إلي لأنني طور أدائي أو حسن أدائي يعني هي أنا بيقول لك يا عايشة أنه نحول طاقة هالانتقادات السلبية إلى نقطة إيجابية ننطلق منها لتحسين وتطوير أداء حلي يعني ممكن أنت قد سبب أنه يكون ضار لي بالعكس ممكن أنها تكون مرحلة أطور فيها نفسي أنا واستفيد منها بالضبط يعني أنا بحولها لتجربة جديدة بحط لها شروط جديدة بحيث أني أسحب منها هذا الانتقاد السلبي وشوف شو بيكون الأداء جميل أحيان نحن عرفنا كيف ممكن الأسرة أو المجتمع أو محيط العمل والأصدقاء كيف يأثرون على الشخص وثقته بنفسه نبغي نعرف تأثير الشخص نفسه على نفسه وعلى ثقته بنفسه يعني كيف نحن مثلا نحكم على نفسنا كيف الواحد يقيم نفسه إذا كانت قيمة بشكل صحيح أو لا نحن نقيم أنفسنا بنجاحنا إحساس النجاح ينعكس عليك نجاحك المهني أكيد يتوضح بالثناء مرؤوسينك لإليك لأنه هنه أكيد بروفيشينال أنف لحتي يحكموا عليك شعورك بنجاحك هذا أنت أكبر حكم عليك بعدين أنت كم من الأهداف التي حطيتها بحياتك لتحقيقيها هل أنت حققت كل ما تريدين إلى الآن يعني في المرحلة التي أنت فيها هلأ نحن بكل مرحلة عمرية لدينا أهداف مثلا لما كنا بالمدرسة كان لدينا أهداف لما بالجامعة أهداف هل أنا بهذه الفترة التي أنا فيها حاليا بيطلب مني تحسين أذائي لنقول أهداف معينة أنا حطيت هالأهداف هل أنا قدرت أوصلها وحققها إذا أنا قدرت أوصلها وحققها معناها أنا عندي ثقة بنفسي لأنه ثقة ستكمل لما بخلص هالأهداف لما بينجز هالأهداف فنحن ثقتنا تقاس بإنجاز أهداف طبعا وارتباطها بالخير وارتباطها بالله يعني نحن هذا شيء جواتنا عايش ما بينفصل عن التصرفات كلها جميل أستاذ دلال بنتكلم شوي عن الواحد كيف يقوي شخصيته بما أنه مرتبطة بالثقة بالنفس والتطوير الذاتي اللي نحن تكلمنا فيه سبوع الماضي الواحد يوم بيحاول أنه يشتغل على نفسه أنه يقوي شخصيته وعطيتنا بعض الطرق والأساليب اللي تساعد الشخص ليوصل لشخصية قوية كيف نقدر نربط قوة الشخصية بالثقة بالنفس هي طول ما أنت عندك ثقة بنفسك فأنت قوية الشخصية الثقة بالنفس تتناسب ترضى مع قوة الشخصية ولكن نحن كيف ممكن بعد ما وصلنا لقوة الثقة بالنفس كيف ممكن نحافظ عليها ما نخليها تنكسر هذا هو النقطة الخطأ أحيانا الإنسان الناجح يمر في بعض المراحل ممكن يحس فيها أنه شخص سلبي أو فشل في نقطة أو هدف من الهداف اللي هو وضعها لنفسه فكيف نقدر نمنع الفشل منه يهز ذقتنا بنفسنا؟ الإنسان الواثق من نفسه أكيد نحن بشار ونتعرض لكثير مواقف مثلا ممكن نتعرض لكثير مواقف تهزه فعلا وتضيع الثقة بالنفس مثل مثلا موت قريب مثل حادث سيارة مفاجئ مثل إفلاس مثل تفنيش في كثير شغلات نحن يقل له مصائب أحيانا عند المصائب الإنسان فعلا يفقد الثقة بالنفس طب هذا يأتي من عند الله ويأتي الصبر ما يريده غير الصبر ولكن لما نفشل نحن بمسار حياتنا بفشل ذريع لنقول هالفشل الذريع أنا أعتبره شيء صحي وشيء طبيعي ليش صحي نحن ما نمعصومين عن الخطأ فممكن نحن نخطئ في تقدير بعض الأشياء ونطبقها غلط ونحصل على نتيجة غلط المهم نحن في حالة الفشل في قاعدة بتقولك نغير وجهة نظرنا إلى الفشل كيف؟ يعني أنا لما شلت به الموضوع هذا ما بطلع على الفشل بقول هلأ شو بدان يقولوا عني؟ كيف بفكروا فيني؟ هلأ ما بحدا يثاق فيني؟ لا أنا بفكر لهذا الفشل عبارة عن درس من دروس الحياة أتعلم منه شيء جديد يفيدني نحن ما حكنا ببداية الفقرة عن التجارب يفيدني في إعادة التجربة التي أدت إلى فشلي ولكن بطريقة جديدة أنا بظلني بدخل على هالهدف اللي فشلت فيه طرق جديدة طرق جديدة أتم بنفس المرحلة ليه ما أطوره؟ آه بدي ضل بنفس المرحلة حتى وإن طالت وإن طالت هذا الشيء الصحي وهذا الشيء الطبيعي طبيعي لا أتنكر للفشل أعترف بإني فشلت أبحث وين أنا فشلت وين هي الأسباب يعدت للفشل؟ يعني هو بالنهاية ليس بعيب أن كل شخص يفشل أو يمر في شيء حسس بالفشل العيب أنه يتم بنفس النقطة وما يطور عمره العيب أنه يخجل من الفشل يعترف بالفشل لدرجة الاستسلام ويقعد بعده ينتقل من الفشل لمرحلة اللوم بس يدخل مرحلة تولويم نفسه وأنه غلط وهو ما بقى عنده سكرته الطرق قدامه وكيف صار معه يعني زي بلاش بقى يقلب الأمور ويحاسب نفسه بس دخل بمرحلة اللوم إذا بيستمر بمرحلة اللوم أكتر من ربع ساعة عشش الخوف بقلبه و بعقله وصار هو فريس للخوف أثر عليه على ثقته بنفسه وثقته بنفسه تزعزعت وصار بده بقى يعادة ترميم وشغل عليها سبحان الله يعني دائما يقولون الشخص في أول عشر ثواني لازم يغير فكره من السلبي للإيجابي حتى ما ترسخ بذهنه وتأثر عليه هذا قانون بحد ذاته برافو عليك جبتيها الفشل تطلع منه رأسا لذاك عبليك أكتر من ربع ساعة نقلب لحد مرضي هذا في قانون إن شاء الله منحكي فيه بالفقرة الجاية بعنوان التردد لأنه التردد هو جزء من ضعف الثقة التردد فعلا إذا أنت ترددت بين أمرين وأقدمت على الإنجاز لنقول أنا بدي روح هيك ولا بدي روح هيك واخترت المفروض أنا ما ضلني بمنطقة التردد أكتر من عشر ثواني بس وصلت بس أعادت بمنطقة التردد عشر ثواني أنا لبقى أعمل هذا ولا بقى أعمل هذا صح فهذا القانون إن شاء الله منشوفه منشوفه بتجارب بفترات جاية إن شاء الله إن شاء الله استاذة يماننا يعني أنت مستشارة تربوية مدربة كيد تمر عليك بعض الحالات اللي يعني تستدعي أنتش تدخلينها في بعض الدورات اللي تصور من مهاراتهم واللي تقوي من ثقتهم بنفسهم عطينا بس بعض الدورات اللي تساعد على زيارة الثقة بالنفس أنا بقول التخلص من الخوف هذا أهم عامل لبناء الثقة بالنفس نحن على طول ثقتنا بتزعزع لما هالشيء هذا من خاف منه إما بنجهله أو ما عنا معرفة فيه التخلص من الخوف ويأتي بعدة عوامل كيف أنا بدي أتخلص من الخوف؟ أتخلص من الخوف لما أنا بعرف شو نوع الخوف اللي عندي هل أنا بكون قدام زميلاتي خايفة لأنه مادة العلمية ناقصة؟ فأنا بروح على الجانب العلمي نعم ببحث عن المعرفة هل أنا عفواً خايفة من خوض هاي التجربة لأني خايفة من الفشل؟ بروح بعالج نفسي كيف أنظر إلى الفشل حتى قاوم الفشل هلأ لو بدي أعدي الحالات الحالات كثيرة 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 ولكن نبغي أهم هذه الحالات واللي منتشر بشكل كبير بالنهاية أنا بقول اللي بتخافي منه اعمليه إذا بتخافي من شيء أكثر الخوف أيوة الخوف اللي أنت المبدوع اللي أنت بتخافي منه وبتعرفيه هذا بهمك وهذا أنت بتحبي تساويه أبدي فيه أبدي فيه على طول لا تترددي اعملي ما تخافي لكي تتخلصي مما تخافي فعلاً هاد تجربة عملناها مع أكتر من إنسان كان سبب عدم الثقة بالنفس هي الخوف في ناس عندهم خوف من الظهور لح أطيكي مثال على واحد من أحد التجارب هاي اللي مرت معنا نعم بيتلعثم كثير بالحضور لما بكون في عنده محاضرة طبعاً هو دكتور بروفيسور بجامعة وعنده الحضور يعني لمئات الأشخاص لمئات الأشخاص نعم غريب أنه وصل لهذه المرحلة ولسه عنده هذا الضعف طبعاً نحنا من الآخرين ما عنده رادار تكشف أنت ونقاط ضعفك يعني أنت ممكن توقفي قدام جمهور وتأدي وظيفتك وبدون ما حدا يشعر بنقاط ضعفك ولكن هو هذا الشخص حبي يتخلص قال أنا قادر قادر أني خبي هذا الشيء ولكن أنا جوتي في هذا الخوف نعم شو عملنا له إنه له فيه هون قاعدة بتقول العقل يا عايشة ما بيميز بين الحقيقة وبين الخيال نعم بمعنى أنا هذا الشي بخاف منه وإذا عملته قدام الناس بدا ينتقس من قيمتي لأنني أنا ضعيفة الشخصية فيه وضعيفة الثقة فيه فبروح شو بعمل بوقف قدام المراية وبأدي الأداء اللي لازم أعمله قدام الجمهور أول مرة وتاني مرة وتالت مرة لو أوصل لمرحلة خلص أنا وثقت من نفسي إنه أنا هذا أدائي كويس شو بصير بالعقل هون لما بيطلع هو قدام الجمهور وبدا يحكي العقل بياخد فكرة بيكون أداء مثل أداء مع نفسه لأنه مبقى مبقى هذا الظهور قدام الناس بالنسبة للعقل هو الظهور الأول نحن أذا تذكرين ما حكينا بالتجربة إنه أول تجربة بتكون منقوصة كتير بعدين بتكرار الأداء بتكرار التجارة وبتحسن الأداء نحن لما نعطي لنفسنا فرصة من إلا نحن بالعربي بروفات نحن بمواقفنا الحياتية ما في بروفات ولكن بالمواقف اللي نحن بنكون نحن بنحيق نفسنا إلها بإمكاننا نعمل بروفة why not نحن بنعمل بروفة ونعطي فرصة لعقلنا يفهم إنه هاي مو هي التجربة الأولى أنا بعد ما عملت عشر تجارب مثلا بالبيت هي المخاطر شوية دفعة من الثقة بالنفس نقدر نقول لأنه هو أخذ معايير أو نقاط أساسية يعمل ولا يعمل شو اللي لازم يعمله شو اللي لازم ما يعمله فلما كان هو لوحده أدى الأداء المزبوط حسب القواعد اللي هي بزهنه يعني نقدر نقول هذه إحدى الطرق بين الملايين من الطرق اللي الواحد يقوي فيها شخصيته ويزيد ثقته بنفسه يعطيك العافية لأستاذة دلال شيخ طاها مستشار تربوي مدرب دولي محتمت في التنمية البشرية صراحة نحن استمتعنا معنا شويت في فقرة اليوم وعرفنا أهم النقاط اللي الواحد لازم يركز عليها في حياته شكرا لك شكرا لك يعطيك ألف عافية طبعا مشاهدينا نحن موازلنا وتواصلين معكم لكن بنظهر لفاصل قصير نرجع بعدين وواصل خلكم ويانا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر